وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة الدعم الاستثنائي للأسر الأكثر احتياجة على بطاقات التموين وهو الأمر الذي أشهد به رؤساء الأحزاب السياسية معتبرين ذلك دعماً جديداً للمواطن وسط الأزمة التي يشهدها العالم المزيد في سياق هذا التقرير تنفيذاً لتوجيات القيادة السياسية بدأت مدريات التموين على مستوى الجمهورية صرف الصلاة الغذائية بالزيادات الجديدة التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي للأسر الأولى بالرعاية حيث وجه رئيس السيسي بتجهيز لحملة إجراءات حماية اجتماعية أول يوم هو في الصرف المواطنين بادي عليهم السعادة زي ما انتم شايفين وما فيش تدبر من حاجة وبيتم الصرف في 100 جنيه للأسرة الواحدة 200 جنيه للأسرة أو 3 و300 جنيه لتلات أسر فأقصر علاوة على السلع التموين التي تصل في الطبيعية التي تصل في كل شيء الزيادة دي لمدة 16 نحن عندنا الحملات مستمرة خلال اليوم على مدار الشهر عندنا حملات بتطلع من المدرية وعندنا حملات من الإدارات التابعة للمدرية على مدار اليوم في حملات الصبح وفي حملات بعض الدور بيتابع المخابز والبقالين والأسواء الحزمة الاستثنائية التي أقرتها الدولة تتضمن إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين المسجل عليها أسرة واحدة وإضافة مبلغ 200 جنيه للبطاقة التي تشتمل على أسرتين أو ثلاث أسر بينما البطاقة التي تتضمن أكثر من ثلاث أسر سيتم إضافة 300 جنيه إليها ده كبون لبطاقة 5 أفراد 225 ووقت 100 جنيه بقى 325 دي بطاقة 4 أفراد بـ 200 جنيه تدعوه الكبون بقى 300 جنيه فبقى ووقت الميت جنيه كمان يبقى كده 300 جنيه بالنسبة للمواطن بيطلع له كبون على العيش كبون العيش بيطلع له من تحت كبون يطلع له جالك 100 جنيه المدرية السور فالمواطن بيبقى عارف قبل ما يجي يصرف من التموين بيبقى عارف إنه جايه 100 أو 200 أو 300 عدد المستفيدين من الدعم التمويني الاستثنائي الذي وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لدعم المواطن يصل إلى 36 مليون مستفيد وستكون زيادة من 100 جنيه حتى 300 جنيه على حسب أعداد الأسر المقايدة بكل بطاقة تموينية تخفيفا عن كهل المواطنين ودعما جديدا للمواطن المصري وسط الارتباكات التي يشهدها العالم في الفترة الحالية أحمد الحسيني التلفزيون المصري